واضح جدا أن نوح عليه السلام كان أول بأول يخبر الله سبحانه وتعالى بما يلاقيه مع قومه وهو أعلم به لكن لماذا إذن يخبر الله سبحانه وتعالى في كل ما فعل شيئا عاد إليه وقال ربي قال ربي قال ربي تدبروا معي كم مرة في السورة سورة نوحة العظيمة لماذا؟ ليؤكد هذا المعنى العظيم معنى قمة وعمق وقوة وأهمية التواصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى تستطيع أن تستمر لنا أن نتساءل كيف تمكن نوح عليه السلام أن يثبت ألف سنة إلا خمسين عاما هذه الآيات العظيمة تبين قوة الاتصال مع الله سبحانه وتعالى كل صغيرة وكبيرة هل نحن أحوج ما نقول لنا هذا التواصل